بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أهلاً وسهلاً بكم فهناة الإنجليز السهل وبسيط إن شاء الله الفيديو ده يكون الدرس الخامس والسادس الوحدة الرابعة لنهاية الوحدة إن شاء الله نبدأ بكلمات كده كتابة باي بيت الصف السنة الإعدادية السياحة توريزم سائح توريست شركة كامبري أماكن تاريخية هستريك بلايسيز تلوث بوليوشن البيئة انفارومنت شركة تنظيم الأجازات هوليدي كامبريز ربما ميبي يدلف دامج يوافق أجري يزن وي منطقة إيريا سكان محليين لوكل بيبل تقرير ريبورت عبرة أكرس بوترول أيل بحيرة ليك بريطانيون زبريتش زيزال في نقص R بعد l-A-E-A-R إيرثي كويك إيرثي كويك الفرعون تحكم الثالث فيروت حكم الثالث مزدحم يعني بيزي أصار قديمة مونيمنس لافتة صين عصفة ستورم يتصرف بهيف يصيب أو يقرح انجور يدخل انتر يتبع فولو عندي هنا توريست بلايسيز أماكن سياحية ممثلة كليبوترا كليبوترا's needle نهر جامبيا The River Gambia نهر تيمز The River Thames الدوائر الحجرية بسنجامبيا السنجال Stone Circles of Singambia السنجال سنجال جامبيا جامبيا مدينة واسو بجامبيا واسو مدينة واسو بجامبيا واسو الإمارات العربية المتحدة The United Arab Emirates عندي كلمات بقى بالإنجلش وتعرفها بالإنجلش شركة طبعا عرفين ان هي company طب معاناها ايه A business that makes money هو عمل بيجيب فلوس By producing or selling things or services بتقديم أو بيع وشراء أشياء أو خدمات Debates مناظرة أو مناقشة عندي When different people with different ideas talk about a subject لما أشخاص مختلفين بأفكار مختلفة بتحدثوا عن موضوع معين Damage يعني يتلف أو دمر Have a bad or harmful effect لدي تأثير سيء أو مدمر On something على شيء So that لذلك It is broken or spoiled لذلك بيتكسر أو بيفسل عندي expressions يعني مصطلحات أو تعبيرات Bring money to يجلب المال لي يلقي بالكمامة Drop letter يتصرف بشكل لائك Behave will دعني أعرف Let me know يوفر العمل لي Give work to على ارتفاع 20 متر 20 meters high يبحث عن معلومات Research information يسبب مزيد من التروس Make more pollution يتبع اللافتة Follow the sign عندي prepositions in other ways Other ways تاخد in وطرق أخرى Good for أو bad for مفيد لي أو ضار لي Pay for يدفع مال لي Work for يعمل لده يعمل لده خطة لي Plan for يصعد يعني woke up تقرير على report on يفكر في think of في اللحظة add the moment أو في الوقت الحالي add the moment word differences كلمات واختلافات عندي across يعني من خلال cross كفال يعبر damage يتلف injured يعني إصابة إصابة جرح injured يعني غرح أو إصابة damage يعني يتلف century يعني corn decade يعني عقد أو عشر عشر أعوام عندي هنا إيه آآ الأفعال الشزة sink salt salt sink sink sunk bring brought brought build 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 pay 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 عندي هنا language notes عندي maybe متصلة مع بعضها و maybe منفصلة may كمنفصل لواحده كده ده فعل ناقص may فعل ناقص ماشي يجي وراها على طول الفعل في المصدر أهو جاي في المصدر بتاعها بربطو ب it may be sunny tomorrow ممكن ربما تكون مش مساء غدا منفصلة منفصلة ببعض ماشي منفصلة ببعض هي نفس الكلام هي دي ربما و دي ربما لكن ملتصكة ببعض ده ظرف بي في أول الجملة maybe it will be sunny tomorrow ربما سوف تكون مش مساء غدا عندي هنا أميرة وهنا what do you think هنا it is tourism good for historic places فأعتقد يا هنا إن السياحة مهمة للأماكن التاريخية فهنا قد لها yes أميرة أعتقد يا أميرة I think it is أنا بعتقد كذلك tourist springs money to an area السياحة بتجيب فلوس للمنطقة this helps the local people وده بيساعد للنقل السكان المحليين بتخش عملة صعبة والناس بتعيش بقى قلهم فلوس أميرة أتلا I don't think so أنا ما أعتقد a lot of money goes to big companies بيروح للشركات السياحة not local people ليس للسكان المحليين فهنا أتلا maybe ربما but some holiday companies لكن الشركات الخاصة بالأجازات help the environment وتساعد البيئة and the local people والناس المحليين بعض الشركات السياحة بتساعد في البيئة وتساعد السكان المحليين أميرة قلت لها I don't agree that tourism helps the environment والله أنا مش مصدق أن السياحة بتساعد في البيئة tourists drop litter السياح لما بيقوا بيرمو زبالة and damage places in other ways وبيتدمروا الأماكن بيقفوا عليها like sitting on ancient ruins بيعودوا على الأماكن للأثار الأديمة فبيضمروها فهنا قلت لها I see what you I see what you mean I see هنا يعني أنا فهمة I understand what you mean أنا فهمة أنت بتعتقد بإي أو بتقولي إي رائك أي يعني but most tourists لكن معظم السياح behavior بيتصرفوا كويس زين it is important to protect the historic places هم عارفين أنه مهم جدا حماية الأثار السياحية أو أماكن السياحية عندي هنا فادي وباهر فادي بقول do you think this plan for a new hotel is good يا باهر أنت بتعتقد أن الخطة الخطة دي عشان نعمل الفندق يا باهر فكرة كويسة فباهر قال له I didn't think so أنا ما أعتقدش بذلك it's only has jobs for people in the city أنت بتوفر فرص شغل للناس في المدينة ففادي قال I don't agree أنا مش موافق معاك more tourists كتير من السواح in the area في المنطقة can help the local people ويطروا يساعدهم الناس المحليين فباهر قال may be ربما but what about the water طب أنت هنعمل إيه في الميا taking water from the lake والدمج the environment لما تاخد الميا من البحيرة هتدمر البيئ ففادي قال I see what you mean أنا فاهم أصدق إيه it's important to protect the environment من المهم حماية البيئة عندي هنا حجارة في الصورة دي قدامنا هي يعني أصار قديمة وحجارات كده فبيقول الموضوع بقول إيه where are the stone circles اسمها الدوائر الحجرية فين الدوائر الحجرية there are more than one thousand stone circles of Singambia حوالي ألف حجر دائري في السنغال they follow the river Gambia بيطبعوا نهر نهر في جنبيا for طبعا ديدو الأفريقية for 350 كيلو متر across two countries حوالي بيطبعوا نهر في جنبيا حوالي 350 كيلو متر across عبر بلدين سنغال وجامبيا why are the stone circles important للدوائر الحجرية مهمة the stone circles are very important مهمة جدا للدوائر الحجرية to the history of Singal and Gambia لتاريخ السنغال وجامبيا زي التلقص بيخبرون about people عن الناس who made them عن الناس اللي عملوها and how they lived كيف يعيشوا the stone circles are very important stone circles الدوائر الحجرية دي مهمة لتاريخ السنغال وجامبيا بيخبرون عن الناس اللي كانوا عملينها who made them اللي صنعوها and how they lived وكيف وكيف كانوا يعيشون how old are the stone circles ما عمر stone circles اللي هي الدوائر الحجرية the oldest stone circles تاريخ الدوائر الحجرية are around تقريبا between two thousand and three hundred years old حوالي الفين وثلتمائة سنة and the youngest are around five hundred years old وقال اللي سن فيها حوالي خمسمائة سنة this means that هذا يعني ان الشعب ده are building circles بيبنوا الدوائر الحجرية دي for more than اكتر من one thousand and eight hundred years حوالي الف وثلتمائة سنة can tourists visit them هل السواحي يقدروا يزوروها tourists can visit them طبعا السواحي يقدروا يزوروها but they must not damage them ولكن اللي جبء اللي يطلفوها money money from tourism helps to pay for local people طبعا فلوس التجم السياحة بتساعد في الانفاق على السكان المحليين to look after the stones والعناية بالأي الحجارات دي it's important to protect the stones من المهم حماية الحجارة لانها اثار يعني عندي هنا while عند صورة البحر كده شاطئ بقول ايه while we were visiting the beach بينما كنا نزور الشاطئ last month الشهر اللي فات we decided it was a great place to build a new hotel قررنا ان احنا ناخد المكان ده عشان نبني فندق the hotel will give work to a lot of people الفندق هيدي شغل للناس كتير we are big company احنا شركة كبيرة so we can ask people from our city hotel to work here in the summer احنا شركة كبيرة ممكن نسأل الناس في مدينة الفنادق ان هم يعملوا في الصيف هنا this is time when the hotel will be busy طبعا في الوقت اللي يكون فيه ايه الفندق زحمة there is not much water near the beach ما فيش مية قريبة من الشط في الوقت الحالي but while we were driving to the area بينما كنا نقود نحية المدينة او المنطقة we saw a big lake لقينا بحيرة كبيرة we can use the water from the lake ممكن نستخدم المية من البحيرة for the new hotel للفندق الجديد let me know what you think of our plane قول لي رأيك عن الخطة بتاعتنا عندي هنا صورة لمسلة كلوباترا وبس اتجع اندهب عنها بقى report on كلوباترا's needle تقرير عن مسلة كلوباترا where is كلوباترا's needle اين توجد كلوباترا's needle للمسلة كلوباترا كلوباترا's needle is a large and important stone with a beautiful design on it بيقول ان المسلة بتاع كلوباترا ديك كبيرة جدا ومهمة with beautiful design عليها رسومات او تصاميم اه جميلة عليها you can see it next the river thames in london england ممكن تشوفها على نهر thames في london في انجلترا how tall is it how old is it عمرها قد ايه the ancient egyptians made the stone for pharaoh tohmus tohmus the third المصرين القدماء بنوا الحجارة دي لتوحوت ms3 and it's about 3,500 years old عمرها كان 3,500 سنة how big is it قد ايه وزنها او حجمها the stone is more than 20 meters high الحجارة دي اكتر من ارتفاعها اكتر من 20 متر and weighs about 200 and thousand kilograms بتازن حوالي 200,000 كيلو جرام how did it get to this country كيف اروح how did it get to this country المسلة دي هي مصنوع المصر للحطمس الثالث رحت البلد دي ازاي رحت انجلترا ازاي the british made a special ship البريطانيين عملوا سفينة خاصة for the stone للحجارة للنقل الحجارة بتاعت المسلة دي in 1877 عام 1877 while the ship was traveling بينما السفينة كانت بتسافر او بتبحر to london to london it nearly sank in a stone تقريبا كانت هتغرق من العاصفة another ship help the stone ويجيت سفينة تانية ساعدت الحجارة دي to arrive عشان تصل in England a year later عشان توصل الى انجلترا سنة بعد كده خلي بالكو anyway بتنططش طبلو A-G-H ما بتتنطقش فبنططها way عندي هنا بيقول ايه bring a lot of money to our country ايه اللي بيجيب فلوس للبلد بتاعتنا طبعا tourism السياحة number two pollution تلوس damage التلف او الخسارة ور الحرب طبعا اللي بيجيب فلوس هي السياحة بتاعت يعني ايه عربية damage هتبوزها it is important to protect all parts of the من المهم احماية كل اجزاء البيئة all parts of the environment i love going to a places such as museum and ancient ruins i love going to historic places بحب اروح الاماكن السياحية زي المتاحف والأثار القديمة we must encourage يجب ان نشجع from all over the world to visit ايجيبت نشجع السياح من انحاء العالم عشان يزوروا مصر يبقى سياح يعني tourist هنالز انجلس works for a big oil عالي عم علي بيشتغل فين في شركة بترول in united the arab emirat شركة بترول كبيرة works for a big oil company in the united arab emirat يبقى شركة بترول كبيرة يعني big oil company عندي هنا تحط مسي سيرد is a great a طبعا فرعون قديم اللي هو تحط مسي سيرد فيرو i don't like shopping at very a market ما بحبش اشتغل ما بحبش اتسوق في الاسواق الزحمة زحمة يعني busy is fast food الطعام السريع good جيد للصحة ولا ايه يبقى good for احنا اخذنها في الكلمات good for our health health يعني صحة we shouldn't rubbish on the beach ما ينفعش من يرمز باله يرمز باله يعني drop rubbish number five a it will rain tomorrow but i'm not sure ربما تم ترغدا لكن انا مش متأكد i'm not sure يبقى maybe مش متأكد maybe maybe it will rain tomorrow maybe number six good students well at school طبعا التلميذيك كويس بيتصرف كويس يبقى behaves well at school كيلو باترز نيدل about two hundred and thousand كيلو جرام حوال متين الف كيلو جرام يبقى تازن يبقى كويس كيلو باترز نيدل كويس about two hundred and thousand كيلو جرام عندي building new factories بناء مصانع جديدة work to many young people بيوفر فرص لإيه للشباب يبقى building new factories gives work to many young people number nine we all is that education is very important for everyone we all agree that نوافق كلنا بنوافق إن التعليم مهم لكل أشخاص tourist damage historic places السياح بيضمروا الأماكن السياحية in other ways إحنا قلنا other ways تاخد حرف الجر in in other ways بطريقة أخرى like sitting on ancient ruins عن طريق الجلوس على الأماكن القديمة بيضمرها كده عندي هنا بيقولكم please follow dialogue كمل dialogue ده add the ticket office اللي هو مكان اللي بتاعفيه التذاكر ticket officer موظف التذاكر good morning city museum مدينة المتحف how can I help you إزاي أقدر أساعدك فكاستمر الزبون قال له good morning صباح الخير tell me what time the museum is open ممكن تخبرني إيه الوقت اللي بتفتح فيه المتحف يبقى can you tell me can you قال له certainly we open every day except Friday إحنا بنفتح كل يوم مع ده الجمعة we close in إحنا بنقفل يوم الجمعة فكاستمر قال له I'd aid to know how much a ticket is أنا عاوز أعرف I'd like to know I'd like to know أود أن أعرف أحب أن أعرف I'd like أحب أن أعرف to know how much a ticket is سعرها قد إيه please قال له 150 pounds حوالي 150 pounds 150 جنيه فقال له buy tickets at the museum ممكن أشتري تذكارة في المتحف can I buy عند بايا هي can I هل أستطيع أن أشتري تذكارة من المتحف can I buy the tickets at the museum ف tickets officers الموظف بتاع التذاكر قال له yes or you can buy them online ممكن تشتريهم على الإنترنت يعني من خلال الإنترنت customer thank you for your help بتشكرك على مساعدتك قال له tickets officers you are welcome أي خدمة قال له customer goodbye عندي هنا what a to get the job this job أحمد what a to get this job أحمد إيه اللي مفروض أعمله لازم أعمله عشان أحصل على هذه الوظيفة يا أحمد what must do I what do I must ولا what must I do ولا what must I do يبقى what must I do يبقى فعل فعل الناقص must وبعد فعل إذا الفعل مساعد بالزبط في تكون السؤال وبعدين الفعل يجي وراه بعدين الفعل في المصدر what must I do قال له إيه آآ walking along street I met علي بينما أنا كنت ماشي طرق الطريق أنا قبلت علي طبعا إيه اللي بتستخد وراها ماضي مستمر while walking along street بينما بمشي while walking يبقى while walking along street ماشي يبقى while هناخد while just a they were watching the film the doorbell rang يبقى just as they were watching لأينا عندي هنا ماضي مستمر وهو وماضي بسيط النحاء الثاني اللي ييجي وراها ماضي مستمر يبقى as just as عندي هنا what while you were driving to your work yesterday while جيه وراها ماضي مستمر يبقى زي ما يتنهي يبقى ماضي ايه ماضي بسيط what happened while you were driving to work yesterday you enter the museum with a camera it's forbidden لا يجب أن تأخذ الكاميرا معك في المتحف وانت داخل ممنوع you mustn't enter the museum with a camera it's forbidden وكده يبقى خلصنا مع بعض الدرس الخامس والسادس واخر الوحدة الرابعة ونبدأ ان شاء الله الوحدة الخامسة وبالتوفيق والنجاح ما تشغلش اللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم وحمد الله وبركاته